حرية الرأي لا تعني إثارة عرات الكراهية أو نشر خطاب الطائفية والتحريد أو تضليل الرأي العام أو الإساءة للآخرين قواعد أرستها السلطات السعودية وبدأت في تطبيقها عملية فالنيابة العامة استدعت مغردين على خلفية تغريدات تضمنت إساءة للنظام العام أو ميلا لطريق التطرف هؤلاء قيد التحقيق قبل توجيه تهم جنائية لهم وتطبيق الإجراءات بحقهم خطوة تلت بيان النائب العام السعودي الشيخ سعودي المعجب حذر فيه من خطورة الكلمة التي تضر بالمجتمع مشيرا إلى أن ولاية النيابة العامة تشمل هذا النوع من الآراء سواء كانت منشورة في وسائل إعلامية أو وسائط التواصل الاجتماعي أو محاضرات أو خطب أو كتب وشهدت المملكة وقائعة من هذا النوع تعاملت معها السلطات بصرامة مثل محاكمة الداعية سعيد بن فروة بعد إدانته بالسب والتشهير بحق الفنان ناصر القصبي أثناء خطبة جمعة في عسير قبل عامين وجاء الحكم النهائي عليه بالسجن خمسة وأربعين يوما إلى جانب حكم في مارس الماضي بتغريم الداعية عواضي الجرني مئة ألف ريال وإغلاق حسابه في تويتر بعد توجيه تهم منها نشر تغريدات تثير الرأي العام وأضرت بعلاقة المملكة مع الدول الأخرى أما أحدث واقعة فهي طلب الداعية علي الربيعي في تغريدة على تويتر بعدم الدعاء للفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا فجاء الرد بإحالة وزارة الثقافة والإعلام للربيعي إلى لجنة مخالفة النشر